أهلا بكم الساشن دي إن شاء الله هنتكلم عن الـ Purchase Returns أو مردودات المشتريات فيه تلات طرق علشان أعمل Purchase Return أول واحدة هي الـ Credit Note تاني طريقة عن طريق الـ Return Order Type تالت طريقة عن طريق الـ Negative Purchase Order Line هنالبتدي أول حاجة بالـ Credit Note عشان أcreate Credit Note هنروح للـ Purchase Order Form سواء عن طريق الأكاونتس بابل أو عن طريق الـ Procurement Unsourcing Module هنا هنفجيت عن طريق الأكاونتس بابل موديول Purchase Orders All Purchase Orders بعد كده هكريات Purchase Order جديد هسلكت الـ Vendor وليكن هنا أختار 2B بعد كده بقوله هنا أوكي كيف تكريات الـ Credit Note الـ Credit Note ممكن نكريات عن طريق الـ Header هنا Purchase Purchase هتاب Create Credit Note أو ممكن عن طريق الـ Purchase Order Line هنا بقوله Purchase Order Line بعد كده Credit Note خلينا هنا في الـ Purchase Create Credit Note بعد كده ببتدي حدد إيه هو الـ Purchase Order أو الـ Invoice اللي أنا هعمل لها Return مهم نعرف إن الـ Credit Note بيحصل against Invoice يعني لو أنا عندي Purchase Order Line الـ Line ده still received فقط مش هقدر إن أنا أعمل له Credit Note طب أنا أنا أعاوز أعمل له Return بعمل Return إزاي؟ عن طريق بقى إن أنا cancel لكن الـ Credit Note بتحصل مقابل الـ Invoices وأنا بعمل Credit Note عندي هنا 2 sections الأولاني هو الـ Header ده Purchase Order وعندي هنا Purchase Order Lines وأنا بعمل Return أقدر إن أنا أعمل Return للـ Purchase Order بشكل كامل أو أقدر إن أنا أحدد Specific Purchase Order Lines أو Lines محددة وأقدر كمان هنا في الـ Quantity إن أنا أحدد إيه هي الكمية اللي أنا هعمل لها Return أنا هسيلكت الـ Purchase Order Line ده بعد كده هقول له هنا أوكي الـ System بيبتلي إن هو يعمل Copy للـ Purchase Order Lines ولكن الإشارة هنا هتكون مختلفة عندي هنا لو جيت أبص على الـ Quantity هلاقي الـ Quantity بالـ Negative ولكن الـ Line موجود بنفس الـ Unit Price ونفس التفاصيل اللي كانت موجودة على الـ Original Purchase Order طيب إيه الخطوات اللي بعد كده Purchase Order عادي هعمله Confirm بعد كده بعمل Product Receipt بعد كده Invoice الـ Product Receipt هنا معناها إن أنا بعمل Issue للـ Items من المخازن بتاعتي أو بعمل مرتجع للـ Items من مخازني وببعثه للفندر مهم نعرف سواء الـ Product Receipt أو الـ Invoice في حالة الـ Credit Note هم كمان هينطج عنهم Accounting Entries الـ Accounting Entries مع الـ Purchase Order بشكل عام بيكون ليها طرفين الطرف الأول خاص بالـ Vendor والطرف الثاني خاص بالـ Inventory طيب لما نيجي نبص على الجزء الخاص بالـ Vendor في الـ Credit Note Entry هو بيكون بقيمة الـ Purchase Order يعني إيه؟ يعني أنا اشتريت الـ Purchase Order ده بـ 100 جنيه هعمل له Return لازم هعمل Return بنفس الـ 100 جنيه فده هيكون الـ Vendor عندي في الـ Entry هيكون الـ Debit بـ 100 جنيه أما الجزء الخاص بالـ Inventory فهو هيقيم بالـ Running Average أو متوسط تكلفة الصنف في السيستم عندي في الوقت الحالي يعني تخيل إن أنا اشتريت من الـ Vendor ده نفس الـ Item مرة اشتريته بـ 100 جنيه مرة تانية بـ 200 جنيه مرة تالتة بـ 300 جنيه ده معناه إن الـ Running Average أو متوسط تكلفة الـ Item ده دلوقتي 600 على الـ 300 بـ 200 فلو أنا جيت أعمل دلوقتي Post للـ Product Receipt الـ Item ده هيخرج من المخازن بتاعتي بـ Running Average 200 وده طبعا مش أضق أو مش أصح حاجة لأنه ده هينتج عنه تكلفة زيادة بالنسبة لي تخيل أنا بقول اشتريت من الـ Vendor ده حاجة بـ 100 جنيه ولكن أنا بعمل لها Return دلوقتي بـ 200 جنيه طيب إيه الحل؟ الحل إن أنا بستخدم حاجة اسمها Marking Function يعني إيه؟ يعني وأنا بعمل Return أنا بحدد أنا هعمل Return لأي Purchase Order لو أنا قلت أنا هعمل Return للPurchase Order اللي كانت قيمته 100 جنيه يبقى الـ Item هيخرج من مخازني بالتكلفة الأصلية اللي دخل بيها هو دخل بـ 100 جنيه لو هقول مثلا هعمل Marking Against الـ Purchase Order اللي كان بـ 300 جنيه خلاص يبقى الـ Item ده هيخرج من مخازني بـ 300 جنيه طيب إزاي بنعمل بقى الـ Marking الـ Credit Note Functionality هي لوحدها بتعمل Automatic Marking Against الـ Purchase Order اللي أنا حددته وأنا بعمل الـ Credit Note طيب لو أنا عاوز أعمل Marking بشكل Manual أو Review الماركينج الموجود على الـ Purchase Order Line ده بنحدد الـ Line بعد كده بقوله هنا Inventory Maintain Marking هنا ده الـ Purchase Order بتاعنا عندي هنا الكمية واحد عندي هنا Marked واحد Against مين بقى؟ Against الـ Purchase Order ده الـ Purchase Order اللي احنا حددناه واحنا بنعمل الـ Credit Note لو جينا نبص هنا فالـ Cost Price كانت بـ 100 جنيه لو جينا نبص على الـ Purchase Order الثاني الـ Cost Price 200 الـ Purchase Order الثالث الـ Purchase Order الثالث الـ Cost Price 300 بنعمل ماركينج ازاي؟ بنجي هنا على الـ Line بقوله Set Mark Now بعد كده Apply وأوكيي نشوف تاني طريقة للـ Purchase Returns عن طريق الـ Negative Purchase Order Lines بالطريقة دي أنا بـ Create Purchase Order Line جديد وبعد كده بغير الإشارة بدل ما هي Positive بخليها Negative أنا بعمل Return للـ Line الـ Line ده ممكن يكون في Existing Purchase Order يعني أنا مثلا عملت Purchase Order عملت له Receive و Invoice ممكن أـ Create Line جديد وبعد كده الـ Line الجديد ده يكون بالـ Negative أو ممكن يكون عندي Purchase Order جديد باستخدمه للـ Return طيب هنا هقول له New بعد كده هنــ Selecter el-Vendor برضه 2B يحدد الـ Warehouse أوكيييييييه بعد كده نختار الـ Item الـ Item Can ده باختار الـ Item طبعاً هية حين الدفولت بتكون Positive احنا هنخليها negative. باجي اقول له هنا negative one. طبعا هنا بابتلي بقى ان انا حدد ال price manual. يعني تخيل انا عندي مثلا بعمل return دلوقتي لل purchase order اللي كان بميتين جنيه. فانا محتاج ان انا اكتب هنا متين. طبعا credit note هو الواحده كان بيحدد لي unit price من اللي احنا عامليه انه copy. تاني step عندي هنا اللي اتفقنا عليها هي الماركينج. الماركينج مهمة جدا جدا جدا. باجي هنا اقول inventory. بعد كده هنحدد الماركينج بشكل مانيوال. هقول له ماركينج. انا هنا عندي two lines بس. هما ال unmarked. او اقدر ان انا اعمل عليهم ماركينج. عندي ال purchase order ده. هنا ال cost price بميتين. اقول له هنا set mark now. بعد كده apply. بعد كده اوكي. بعد كده بنكمل purchase order بشكل طبيعي. confirm product receipt. بعد كده invoice. تالت طريقة علشان ن process the purchase returns عن طريق return order type. return order type هو نوع من انواع purchase orders. لو جينا نبص على purchase order list page هنا في purchase type هنا عندي نوعين. النوع الاول هو purchase order وده باستخدمه مع المشتريات التقليدية او ممكن حتى ان انا استخدمه كمان مع credit note زي ما شفنا من شوية. النوع التاني هو return order. ام تستخدم return order؟ ممكن استخدمه لو انا محتاج عاكتين. رقم واحد لو انا حابب ان انا اعمل filter buy مثلا هنا في purchase type عن طريق return order فاشوف كل return orders الموجودة في السيستم. او رقم اتنين لو انا عندي rma process او return merchandise authorization. ايه هو الرما؟ ده رقم الفندور هو اللي بيدهوني بمثابة ال pre approval وانا باستخدمه وقت ال purchase return يعني الفندور بيقول لي انا موافق ان انا هعمل لك return لل purchase order وده الرقم اللي انت هتستخدمه في ال communication سواء مع ال inventory team بقى عندي او مع sales team وانت بتعمل return purchase order. طيب ازاي نcreate return purchase order? هقول له هنا new. بعد كده هنا في ال vendor account هختار ال vendor. هنختار برضو toby. بعد كده هنيجي هنا في ال general tab هنختار return order. عندي هنا لما بختار return order عندي في ال reference عندي حاجة اسمها rma هنا mandatory. انا لو قلت له هنا اوكي فهيقول لي ان rma is not filled in. طيب بكتب هنا الرما اللي انا اخدته من vendor. بعد كده هنحدد warehouse. قل له هنا اوكي. هنا في purchase order lines ببتدي ان انا حدد ايه هي ال lines اللي هعمل لها return. هنا بقى ممكن ابتدي ان انا ممكن نختار هنا ال item بشكل manual. زي ما كنا بنعمل. اختار هنا ال item. بعد كده بحدد الكمية اللي انا هعمل لها return. بعد كده بقول له inventory ونعمل الماركينج. او حتى ممكن نميكس كمان باستخدام الكريديت نوت. يعني اقدر ان انا نجي هنا في الكريديت نوت. وابتدي مثلا اقول له انا هعمل كريديت نوت لل purchase order رقم تلاتة هنا. اللي هو كان سعره آسف. ال purchase order ده. اللي هو سعره كان 300 جنيه. هنحدد ال purchase order. حدد ال line. بعد كده اوكي. وبعد كده بنكمل ال process بشكل عادي. طيب. نيجي للسؤال الاشهر. ايه هي افضل طريقة. استخدم مين في التلات طرق. زي ما تعودنا مفيش طريقة افضل من التانية. ولكن على القل بشكل شخصي انا لا افضل ان انا create purchase order بشكل manual. وبعد كده اغير الاشارة وخليها بال negative. ليه؟ لان في الاغلب بينطج عنها مشاكل في الكوست. الشخص اللي بيعمل return او credit note ممكن ينسى انه يعمل marking وبالتالي هيطلع ال items بتكلفة غلط. فخلقنا تجنب الطريقة دي خاص. عندي الوقتي طريقتين. اما عن طريق return purchase order او عن طريق credit note. طيب. علشان نحدد طريقة من الاتنين. فمحتاج اسأل نفسي سؤال. هو انا ليه بعمل return او بعمل credit note. ممكن اكون بعمل return علشان انا عندي مشاكل في ال items اللي جاتلي من الفندور. ال items دي ممكن تكون defected او فيها quality issues. في الحالة دي يفضل ان انا يكون عندي purchase order. النوع بتاعه return بحيث اقدر اتراك كل return purchase order الموجودة في الابليكيشن. وكمان هيكون عندي reference بالRMA number لو انا بستخدمه مع الفندور. رقم اتنين. ممكن يكون عندي انا بقى مشاكل في ال data entry. يعني ممكن اكون عملت فاطورة بقيمة غلط او حتى عملت فاطورة ل purchase order غلط. هنا انا مش محتاج يكون عندي return purchase order لان ده مش return بالمعنى الحرفي. انا بعمل هنا correction للفاطورة اللي عندي. فهنا انا محتاج ان انا اعمل credit note. طيب انا افضل ايه? انا افضل ان احنا مع ال return الفعلي نمكس ما بين الاتنين. يكون عندي purchase order النوع بتاعه return purchase order. وفي نفس الوقت استخدم كمان credit note functionality بحيث ان هي تعمل copy لل original purchase orders ويكون عندي marking ما بين ال two lines.